ترجمة نانسي قنقر فمن الخطأ قولهم الانتخاب والترشيح والصواب هو الانتخاب والترشح فما قولكم وجزاكم الله خيرا منقول عن العرب يقال ترشح ولد الضبيت إذا قوي على المشي وترشح فلان للأمر تهيئ له وتقوى والترشيح أيضا التهيئة للشيء والتربية وفي خبر خالد بن الوليد أنه رشح ولده لولاية العهد أي أهله لها ويقال فلان يرشح للوزارة أي ربى لها ويؤهل هذه خلاصة ما حفظته المعاجم الوثقى وليس في الكلام الموضح ما هو جديد فكل ملم بمبادئ علم التصريف يعلم أن الترشح مصدر ترشح نحو تكلم تكلما وتقدم تقدما وأن الترشيح مصدر رشح فإذا كان اعتراض السائل على من يعرض نفسه كمرشح كما قال وأنه لا يجوز أن يقال عنه مرشح ولا يقال في مصدره الترشيح فليس بصحيح فإن البلاغة تمنحه حقه في ذلك ولا تمنعه لأنه رشح نفسه أي أهلها وأعدها وقد اتسع المراد من الترشيح في عصرنا فصار معناه الاختيار والتزكية ولهذا جعله جامع المعجم الوسيط من المحدث ولو جعل في دائرة المعنى العربي المذكور لما ضاقت به ولابن فارس فلسفة في تأصيل الترشيح حاصله أنه من الرشح وهو العرق أصله أن الوحشية إذا مشى معها ولدها مشت به حتى يرشح عرقا فيقوى ثم قيل لكل من يربى للخلافة يرشح ولكن من يعرقون حين يفرقون قد يغرقون والحمد لله رب العالمين